دائماً بس يكون في موضوع بهذا الحجم لازم الواحد ينطر يومين ثلاثة قبل ما يطلع يكشف الحقيقة اليوتيوبرز رأيوا موضوع تراند ضارب ركضوا لا يعطوا رأيهم بلا ما يعطوا لحالهم دقيقة لا يأخذوا نفس ويشوفوا عن جد شو معقول يكون صاير او شو معقول يصير وطلعوا يحكوا وجهة النظر المع او الضد بهدف انو يجمعوا مشاهدات من الميلتين بدون اي اعتبار لحجم وخطورة الموضوع اكيدة مثل مثل كل هاليوتيوبرز الكومنتز تبعهن المليت من امسيف شوف شو قصة امسيف واحكي عن امسيف وخبرنا شو صاير مع امسيف فاليوم راح اشفي غليلكون ونجرب نفهم شو فعلاً صاير مع امسيف كيف كانت ردة فعل اليوتيوبرز وقعت رأيي الشخصة بالموضوع واكيدة هيكون قدمة فيي مرتكز على الحقيق والوقيع وكل شي قدرت تسحبته من الفيديويات وفي تفاصيل بهالفيديويات كتير دقيقة هلا بجميع معكم دراد واليوم راح نحكي عن امسيف امسيف نزلت فيديو على القناة تبعه تحت اسم اخر فيديو بقناتي قضينا ايام كتير حلوة على اليوتيوب مع بعض احلى سنتين مرأوا بحياتي السنتين اللي عشتها معكم وهالفيديو بالنسبة الي يا بيستحق جيزة الاوسكار يا فيه تفاصيل فاضحة تكشف الحقيقه من بعد ما تقول انا ماعد نزل اي فيديو على اليوتيوب تتطلع اول مرة ورا الكاميرا كأنه لو توصل الرسالة انه فيه حدا عم بيرقبة انا ماعد انزل اي فيديو على اليوتيوب او خايفة من حدا يرقبها او خايفة من حدا يفوت عليها او كمان معقول تكون عم تاخد موافقة على حديثة من الموجود ورا الكاميرا بس هيدا نقطة رح تسقط بعد شوي وحتعرفوا ليه الموضوع بسيط لهلأ وفيه تلفه من بعدها بتقول انه حبي الكن شغلة تعمل علامة بايضا وبتقول بعد تحبي اني الكن شغلة وهي عم تعملها للعلامة بتقشر بعيونها صوب ايدا انه هيدا العلامة الى معنى وهون بصير بعد شغلة بتلفت لنظري انه بتروح تطف الكاميرا وهي عم تطفية بترجع بتطلع لورا الكاميرا وكأنه لا تطمن اذا مش الحال فضحت او لا هالفيديو اثار الجدل لعدة نقاط مختلفة اولا نبرد صوته التراجدية منه نبرد شخص عم بيعتزل ولشخص عم بيعتزل قدام 5.7 مليون مشترك 30 ثانية منهم كيفين ابدا كاخر فيديو بالشانل ظروف هالفيديو خلو العالم تشك بمصدقية محتوى من الميلتان اول مايلي شكت بمصدقية محتوى قالوا انه هالفيديو عم تعمل للدراما ثاني مايلي شكت بمصدقية محتوى للفيديو قالوا انه امساف عم تبعت رسالة مبطنة من خلاله بعد كل الاحوال اكيد هدا مش اخر فيديو عالشانل وفيشي غلط عم بصير يا دراما يا مصيبة وبجت الانترنت والعالم كلها صارت عم بتنبش عجوان شو صار؟ هل هي مخطوفة؟ هل عم بصير معها مشاكل؟ او هل فعلا عم تعتزل؟ او هيدا الموضوع دراما مفتعل؟ بلشوا اليوتيوبرز يطلعوا ويعطوا اراءهم بالموضوع الاراء اختلافت كتير اول شيء يعلق عليه بعض اليوتيوبرز هو انه لماذا حتى فل ميك اوب اذا فعلا وقع بمصيبة؟ انه اذا فعلا مخطوفة معقول يطلعها تعمل فيديو وملزقها وتمها ومربطها بكرسة؟ لا يبدو يبين انه كل شيء طبيعي فبخليها تصور بالطريقة المعتادة بالزي المعتاد والطل المعتادة التي تضمن ميك اوب فهذه النقطة لا توقف بوجه اختبار الزمن غير العالم كانت عم تحكي انه اكيد منها مخطوفة لانه احية قاعدة ببيتها لانه واحد ببيته بصير عنده مناعة ضد رصاص هلأ في عالم عدتوا نقطة كتير مهمة وربطوا فيها الموضوع بفيديو لصديق امسيف الاسمه جيفارة التي تكون موجودة فيه امسيف ومعمول من سنة عن انه جيفارة انخطف وانخطفت معه وطلعت القصة كل كذبة وضحك على العالم والاسوأ بهالنقطة انه جيفارة شخصيا طلع يدافع عن امسيف فاذا فيه قصة عم تتفبرك اكيد هو مشارك فيها وهذه النقطة رح ارجع لها لكن قبل بدنا نشوف شو فيه ادلة مع امسيف انه هي فعلا بخطر اولا الانسان لما يكون قاعد مرتاح بيرمش 15 ل 20 مرة بدقيقة بس باول 8 سوانين من الفيديو امسيف ترمش 15 مرة يعني فيه كمية ضغط وقلق مش طبيعية حال العجسمة معقول هالقلق نابع من انه عم تعمل شي غلط وهو انه تكذب على العالم او مش عارفة كيف تبلش هيك فيديو او خيفانة منه للفيديو كل منعرفه انه منا بوضع طبيعي واكيد عليها استرس ان كان لأسباب صالحة او لأسباب شريرة صار الوقت اني انزل فيديو على اليوتيوب بهجم لي صوته مخدوق واخدت نفس عميق علامات استرس تطلع ورا الكاميرا وقال تطلع ورا الكاميرا علامات الاسترس يخفه ترمش مرتين بالعشر ثانيين في ساقة وجه اكتر وبتاخد راحات لتعمل العلامة اللي بدياها فيه شي صار وراه الكاميرا غير له وضع والشي الوحيد المعقول يكون صاير هو انه الشخص الموجود معه او العتلانة همه اكد له انه مش منتبه على حديثة او على عم تعمله او انه مش منتبه انه عم تصور يعني معقول يكون موجود بغير غرفة فعرفت انه اجتها فرصة توصل لرسالة وبهيك وضع حجم الخبرية بيسيطر على الانسان بيخليه يتحكم بحاله لانه صارت القصة مسألة حياة او موت فمنشوفها ركزي كل تصرفاتها بالنسبة الي تصرفات انسان بمقزة انسان خيفان مقهور وعم بحاول يلاقي طريقة لا يخلص حاله وبهذا 30 ثانية شفنالها الانسان عم بيتحول لانسان واسق من حاله لما واخيرا قدر وصل لرسالة اللي بده اياها وعرف انه صارت مسألة وقت لا تتخلص منها القصة يعني هذا ايا تمثيل كافيل بجهزة اسكار ايا فعلا في شي كان عم بصير ببيت امساف بس ادي الفرصة انه الشخص الفارد علي تعمل هالفيديو ما يكون عم بيرائب عن تصويره خوفا ما بالتحديد تعمل هكي حركات ومعقولها الشخص ما شايف الفيديو بعد ما طلعه اونلاين وما راقه بالكومنت ما حاس انه العالم انتبهت وقلم حي فهوني عنا احتمالين مش ويردين ابدا يا امساف تستحق الاوسكار يا هالخاطف اشحش خاطف نوجب على كوكب الارض ما في حال تاني انه فيه منطق عم بيشتغل خاطف واحد بده يوصل رسالة اقلها وتراقبه عم بيوصلها او تشوف الرسالة قبل ما يبعتها ما عم علم حدا السليب الخطف عم بحكي منطق وعلى يوتيوب يسحبه من التمويل بس ما عم لا يسحبه من التمويل على هالفيديو لانه يشكر البيترونيس طبعي بكل الطبقات جولد الدايموند البلاك والبلاتينوم هلا نظرا لهالظروف انا عم شك بحدا من قرايبينة حالا من قرايبينة فارد علي سيطرته مش بتهديد الازيه الجسدية بس يمكن بتهديد من نوع تاني تهديد عوائلة تهديد بالشرف ما بعرف مهدده بشي وهالشي ما بشكل خطر على جسمه مباشرة عم بقول حدا من العيلة لانه مستحيل خاطف غريب يكون فتح لها لقد مجال تتصرف بحرية وتصور الفيديو طبعه وتنزله الا اذا براسه عنده صلت عليها من وراء قربة او موضوع تاني فبراسه هو حقه يعمل اللي عم يعمله فمفرقاني معه مهم توقف تنزل فيديويات على يوتيوب عم بروح المنطق له هديك القصص لانه مشكله خطف طبيعي ومشكله دراما هلا حاليا ام سيف بأمان حسب حديث جافاني الشخص يلي كان ملفق معها حادثة من هالنوع من سنة واحية مع الشرطة التركية وهي مهتمة بالموضوع هلا اذا كانت هي مع الشرطة التركية مش يعني هي كانت الضحية لانه ام سيف عملي حركة بأيدي بتاعني عنف منزل او انه هي بخطر وهذه الحركة ما اخرت وقت طويل اللي يشتلقوا علي العالم ويبدو شو ينشروها بين بعض فاكيد وصلت لكل اليوتيوبرز اللي بيعرفوها وما بيعرفوها وهيدي الصورة اللي خليتني عن جد انا عات اهم بيه للموضوع بيني وبين حالي لانه براسك كنت فعلا عم تقول باي وهيدي علامة بتعملها لجمهور ما خطر يتعبالي بس بعد ما شفت هالبوستات انتبهت انه عم تستنجي فاكيد كل اليوتيوبرز او اشخاص من الشركات المعقول يعرفوا وين ساكني خصوصا بعد ما صارع الفيديو 12 مليون مشاهدة اتصلوا بالشرطة التركية ودلوهم عبيتها لا يروحوا على القليلة يطلوا عليها انو يشوفوا شو صايد فاكيد مجيين لتركيا تحت المية 200 اتصال عم يستنجدوا فيهم لينقظوا امساف فهلبلبل اللي عملتها لحالة بتكفي ان من الشرطة يجو يستحبوها ليحققوا معها بحال كانت خبرية الدراما ملفها فالاول مرة على هذا التشانيل ما رح فينا استند على الأدلة العلمية او المنطقية لأعرف فعلا اذا هالدراما حقيقية او كذب ورح اضطر ارتكز على رأي الشخصة فكل شي ساقولوا من هون ورايح خدوه كرأي بالموضوع مش كمعلومات واسق 100% منها مثل ما معوادين ورح ابني رأيي على نقطة واحدة وهي مستوى الضغط اللي هي فيه لأن الضغط اللي هي فيه هو حقيقي بس مصدره هو المجهول بس اذا كان هناك شيء يصبح بأرادتها سبب لها لأدلة ضغط ما بحث كانت كملت تعمله لماذا بأيدي بدي اضطر حالي وجسمي بمحنة على المستوى لدرجة سكرز لعيمة كرأي لأعمل موضوع دراما فهي لا تكون عم تعمل موضوع دراما ومش مبين عليها كلها العوارض يمكن تقدر تمثل شوية منهم بس مستحيل كلهم نسوى مع بعض إلا إذا كانت تستحق أوسكار يعني نحكي واكين فينيكس لفل تمثيل ودراسة عن كيف الإنسان يتصرف ويحكي وتدريب لا أعرف إذا ستحطها الجاد كله على فيديو 30 سنة فبكل بساطة إذا فعلا هذه كذبة والكذبة هي اللي عملت لها القلق كانت منزلة الفيديو ونسيت الخبرية فبالنسبة إلي واضح أنه مش بإرادتها عم بصير هالشي وكمان هي بتعرف هيك موضوع إذا بيعمل صدى وإذا رح يجيب ضجة على بيتها من الشرطة فلو فعلا تلفيقها كانت تصورته بغير محل لتجربت بعد الشرطة عن بيتها وما حدا بده يعمل دراما على يوتيوب وهالدراما تفوت بحياته الشخصية وتأثر عليه وعجرانه وعائلته إلا إذا كانت مريضة ومبع تقيت إمساف مريضة محتويها على يوتيوب محترم ووصلت إلى 5.7 مليون مشترك بسنتين منا عايز دراما منا عايزها الضجة ومنا عايزها القلق ولكن لسوق حظه كله طبع راسه فتحية لكل الشباب اللي بعثوا سكينشوتات الموضوع لليوتيوبرز اللي يحبون ليحكوا عن إمساف انتو الأبطال الحقيقية بالقصة لأنه يمكن كنا كلنا شاهدنا الفيديو مع طيناء اعتبار لو ما انتو كنتو عم تسرعون فيه فبعملكم وبناجركم للموضوع خلصتوا حياة إنسان برافو عليكم وهيدا المجتمع اللي أنا فخور كون شأفي منه sweep finance If you have me.. facebook twitter instagram IG